اشتركوا في القناة وهذه عنوينها الرئيسية استنكر مؤيد عثمان استنكر مؤيد عثمان سونكو الموظف الحكومي المقدس او المفتش في ادارة الضرائب القرار الذي اتخذوه ووصفوه بمحاربة حرية التعبير وكذلك عدم احترام الرأي العام السنغالي اجرت قناة والفجري تحقيقات وستلاعات لاراء الشارع حول اقالة مديرة الوكالة الوطنية لمكافحة الرسوة نافنجوم كيتا ووصفوها بمحض سياسة لا اقل ولا اكثر الاتحاد الوطني للمعوقين يستكون من تصرفات الحكومة غير لائقة على حقهم حيث تم اعتقال 13 معوقا كانوا في طريقهم للتسول وعندما اخرى ستتابعونها على الهواء مباشرة من قناة والفجري تي بي معكم عبدالخاد الفال التفاصيل تأتيكم بعد هذا الفاصل اهلا بكم من جديد سكان سيد انياخ في منطقة جلقون يتخوفون من الضروات المترتبة على حلول الخريف بما في ذلك اتياح الفيضانات لمساكنهم وامكانياتهم وقال احد الناطقين باسمهم على تقرير استاذ حسن جوف افاد المراسل دائم لقناة والفجر في شمال البلاد ان السكان سيتينياخ في منطقة نيولوفين يعانون بحلول هذا الموسم الخريفي من عدة مشكلات بما في ذلك اجتياح المياه لمساكنهم وعلى لسان الناطق باسمهم اتوماندي قال المواطنون بانهم قد اتصلوا بالمسؤولين عدة مرات ولكن بدون جدوا وطلبوا من مدير اوناس التدخل السريع لحل ازمتهم هذه اجرت قناة والفجر تيفي تحقيقات وستلاعات لاراء الجمهور او الشارع حول اقالة مديرة الوكالة الوطنية للرسوة سيدة نافنغوم كيتا ووصفوها بمحض سياسات لا اقل ولا اكثر والتفاصيل في تقرير التالي قامت قناة والفجر التلفزيونية باستطلاع اراء الجمهور فيما يخص اقالة مديرة الوكالة الوطنية لمكافحة الغش والرشوة نافنغوم كيتا رأي العديد من المواطنين ان هذا التصرف قد طم باعتبارات سياسية وذلك نسبة لان الوكالة قد قامت بالتحقيق المالي مع بعض الذين يوالون السلطات الحاكمة وجدير بالذكر ان فترة نهاية دورة النافنغوم كيتا كانت عام 2017 وقد عينت زين بن جاي جحة خلفا لها وقد كان لهذه الاخيرة دور في تحقيقات منشأة تشيس مع ادريسا سك ايام سيادة عبدالله ود سيدة وصية كانت معكم في ذاكى تقرير انباؤنا هذه وغيرها سيدتي وسادتي طردكم طباعا من القسم العربي بهذه اذاعة والفجر اعتصامات حاشدة من طرف عامل المركز الصحي في بيكين استنكارا لتصرفات عمدة تشاروي على صماحه بفتح متاجر حول المركز الصحي والله بكلية العلوم والثقافة جمدوا كل نشاطاتهم المدرسية والعمل في الكلية وذلك يوم الأربع ماضي مطالبة توفير المتطلبات الأساسية كالمراحيد والتكييف وما أسبها ذلك لصيانة الجو التعليمي التفاصل في تقرير تالي عطل تلاب كلية العلوم والتقانة الدراسة والعمل في الكلية يوم الأربع الماضي مطالبة بحقوقهم بما في ذلك عدم توفر المطالب الأساسية في الكلية من مراحيدة وكذلك التكييف بجانب تلك المباني التي لم يكتمل بناؤها حتى الآن ويضاف إلى ذلك الزيادة المستمرة لعدد تلاب كل عام مع عدم إنشاء داخليات جديدة لهم أنباؤنا هذه وغيرها سيدتي وسارتي تردكم طبعا من القناة والفجر الاتحاد الوطني للمعوقين يشتكون من تصرفات الحكومة غير اللائقة على حقهم حيث تم اعتقال الثلاثة عشر معوقا كانوا في طريقهم للتسول التفاصيل في تقرير تالي في اجتماع عقده الاتحاد الوطني للمعوقين استنكر أعضاء الاتحاد تصرف الحكومة في حقهم حيث تم اعتقال الثلاثة عشر معوقا كانوا يتسولون واعتبروا هذه العملية نوعا من الاستفزاز والتحرش للمعوقين مؤكدين أن اللجوء إلى التسول في الشوارع ليس خيارا لكنه اضطرار وضرورة لا بد منها لأن السلطات الرسمية لا تساند المعوقين إلا بمجرد إعلانات وقرارات لا تنفذ لصالحهم سيدة وصية استنكر مؤيد عثمان سونكو الموظف الحكومي والمفتش لإدارة الضرائب القرار الذي اتخذوه ضده ووصفوه بمحاربة تعبير حرية تعبير وعدم احترام الرأي العام السنغالي التفاصيل في تقرير تالي عقد أنصار عثمان سونكو الذي جمد نشاته في عمله بإدارة الضرائب عقدوا اجتماعا استنكروا فيه هذا القرار واصفين إياه بالتعصف وعدم احترام حرية التعبير والرأي وقالوا بأن زميلهم وصمان سونكو قد قضى في هذا العمل قرابة خمسة عشر عاما وعليه فإن الاتهامات التي توجه إليه من إفشاء سرية المهنة فإن ذلك مجرد فرية لا مستند لها إلى هنا سالة وسالة قدمنا لحضرتكم نصرة المحلية بعد هذا الفاصل نعطي ما أقوم في الأخبار العالمية لا تذهبوا بعيدا فابقوا معنا خمسون شخصا على الأقل قتلوا في تفجير شاحنة ملغومة في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية تبنى هذا الاعتداء الذي هو الأكبر منذ بدء النزاع في سوريا قبل خمس سنوات وقال في بيان تناقلته مواقع إلكترونية متشددة إن الشاحنة كان يقودها انتحاري وكان يستهدف مكاتب لقوات الأمن الكردية في الحي الغربي للمدينة المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث من جهته عن تفجير مزدوج استهدف قوات الأمن الداخلي الكردي المعروفة بالأسايش ومبنى هيئة العدل وكالة الأنباء الرسمية السورية قالت إن 140 جريحا نقلوا إلى المستشفيات القريبة منهم من هو في حالة حرجة جدا العائلات الصينية لركاب طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي فقدت قبل سنتين خلال رحلة إلى بيكين تودع طلبا لدى السلطات الصينية لاستمرار عمليات البحث عن الطائرة المفقودة 30 شخصا على الأقال من أقارب الركاب الصينيين تجمعوا أمام وزارة الخارجية الصينية لتسليم الالتماس بعد قرار كل من ماليزيا والصين وأستراليا الأسبوع الماضي تعلق البحث منذ ذلك الوقت أنفقت أموال دفعي الضرائب في الصين على بعض الماليزيين لتمثيل أقارب الركاب وحضور الاجتماعات طالبنا لمقابلتهم رفض بالرغم من أنهم ملزمون باستقبالنا سنستمر في المطالبة بالاجتماع معهم لأننا نريد أن نعرف كل المعلومات الحقيقية حول ما يجري في هذه الاجتماعات طائرة البوينغ 777 التابعة للخطوط الجوية الماليزية اختفت في أذار مارس 2014 وعلى متنها 239 راكبا خلال رحلة كانت تقوم بها من كورالامبور إلى بيكين وأنفق حوالي 135 مليون دولار منذ ذلك الحين على عملية بحث تحت الماء غطت 120 ألف كيلو مترا مربعا في جنوب المحيط الهادي وتم العثور على عدة أجزاء منها المتمردون الحويثيون اتفقوا الخميس مع حزب المؤتمر الشعبي العام بزعمة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح على تشكيل مجلس سياسي مكون من عشرة أعضاء لإدارة البلاد قرار اعتبرته الحكومة ضربة لمباحثات السلام المتعثرة التي طرعها الأمم المتحدة في الوقت الراهن الحويثيون وحلفائهم كانوا قد سيطروا على العاصمة صنعاء في أيلول سبتمبر لعام 2014 ووسعوا نفوذهم إلى مناطق أخرى في اليمن البيان الذي وقع في العاصمة صنعاء جاء فيه أن الهدف هو توحيد الجهود لمواجهة عدوان السعودية وحلفائها في إشارة إلى التحالف الذي تقوده الرياض والذي يشن حملات عسكرية على المتمردين منذ آدار مارس من العام 2015 دعما للرئيس عبدالربو منصور هادي بعد أشهر من النزوح والتشرط بدأت بعض الأسر الليبية في العودة تدريجيا إلى منازلها في مدينة سيرت الساحلية التي استعادت القوات الليبية المسلحة لبعض من أجزائها من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية المعارك في السيرت لم تنتهي بعد وتحاول القوات المتحلفة تأمين مداخل ومخارج المدينة لقطع الطريق أمام مقاتلية تنظيم مهمتنا طبعا حماية الطريق الساحلي وتأمين الطريق الساحلي من مصراتها حتى سيرت تأمين العائلات المرجعة في المناطق المحررة والتفتيش على البنزين في بعض الأشخاص نقلين كمية كبيرة من البنزين نفتش عليهم ونحزفهم منهم خوف من التسرب إلى الدواعش الحرب الدائرة في سيرت ضعفت من سوء الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها سكان المدينة سواء النازحين أو المقيمين على خلفية نزو حوالي 90 ألف نسمة من سكان المدينة منذ سيطرة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية على المدينة في يوليو حزيران 2015 ما يجعل عودة الحياة لطبيعتها رهن التطورات الأمنية والاستقرار السياسي هيلاري كلينتون تقبل رسميا ترشيحها عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستقام شهر نوفمبر تشرين الثاني القادم قبول أعلنته في خطاب تنصيبها الرسمية الذي ألقته مساء الخميس أمام المشاركين في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في فيلادلفيا كلينتون أكدت على أن مهمتها الرئيسية ستكون خلق المزيد من الفرص ومن الوظائف المستقرة نحن لن نقوم ببناء جدار بدلا من ذلك سوف نبني اقتصادا يمكن كل واحد يرغب في وظيفة أن يحصل عليها سوف نبني طريقا للحصول على الجنسية للملايين من الأشخاص الذين يساهمون في اقتصادنا كلينتون أشادت في خطابها ببيرني ساندرس منافسها في الانتخابات التمهيدية لقد سمعتك قضيتك هي قضيتنا بلدنا في حاجة لأفكارك لطاقتك وحماسك إنها الطريقة الوحيدة التي ستمكننا من تغيير أرضيتنا التقدمية إلى تغيير حقيقي لأمريكا هيلاري كلينتون 69 عاما زوجة الرئيس السابق بيل كلينتون التي أشرفت لفترة على وزارة الخارجية في إدارة أوباما تعتبر أول مرأة مرشحة للانتخابات الرئاسية عن أحد الحزبين الكبيرين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية موعد الانتخابي ستواجه فيه كلينتون الملياردير دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري لا هنا سيدتي وسألتي قدمنا لحضراتكم نشرة المحلية والعالمية من قناة والف تي في وهذا تذكير بأهم ما جاء منها الاتحاد الوطني يستنكر أو يستكون من التصرفات الحكومة غير لائقة على حقهم حيث تم اعتقال ثلاثة عشر معويق كانوا في طريقهم للتسول استنكر مايدو عثمان سونكو الموظف الحكومي والمفتس في إدارة الضرائب القرار الذي اتخذوه ضده ووصفوه بمحاربة حرية التعبير وعدم احترام الرأي العام السنغالي أجرات قناة والفجر تي في تحقيقات والستاعات لأراء الشارع حول إقالة مديرة الوكالة الوطنية لمكافحة الرسوة سيدة نافنغوم كيتا ووصفوها بمحض سياسات لا أقل ولا أكثر إلى هنا سيدتي وصلاة قدمنا لحضرتكم نشرة الأخبار كان في نداد والتقديم عدو الخضرفال وكلا من أستاذ حسن وكذلك سيدة وصية في الهندسة الصوتية سيارتي جانجاي ونعطيكم تجد لخير آخر دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله شكرا